غريب ان هي مش اخر حاجة الحاجة دي ترجع لسنين وراء ولكنها ومع الاسف ما غدتش حقها من سنين وراء كتير جدا بنجيب او بنستضيف هنا في البرنامج مخترعين عندهم اختراعات سواء منها اللي تم تنفيذه بالفعل ومعظمها ما بيكونش تنفذ والنهاردة الحقيقة عندنا مش اختراع عندنا تجربة تجربة انسانية حياتية مهمة جدا عن رجل عنده مش بس فكرة اختراع او اختراع نفس بالفعل ونجح فعليا ولكنه كمان عنده رؤية مستقبلية لمشروع اقتصادي قومي واصري النهاردة حيكون معانا تجربة فايدة جدا حيكون معانا الاستاذ الباحث رضا غازي واللي اخترع سيارة بالنعمل تكنوليجي صباح الخير اهلا بيك فان صباح خير ايه الاخبار كل جميع ميرو ربي يحفظ مصر طيب الاختراع دوت اللي هو السيارة نعلو تكنولوجي ده زي ما حقوقنا مش جديد اهه كلمنا اكتر عنه الفكرة دي اصلا بدأت من 2004 ومسجلة في اكاديمية البحث الارمي اللي قا حاكم الكافة الارمية المصرية اه حاولنا طبعا نصنع المضادة في مصر من زمن قوي لكن فشلت فشل زريع مع الحكومة المصرية السابقة وحتى حكومة الدكتور عسام شرف كنت قابلتوهم وده اللي خلاني احبط جدا لاني بقيت عند العراقين تاني مفيش رؤية مستقبلية منبسقة من قاعدة علمية لبناء مصر وبالتالي اه كان لازم اولي الحكومة المصرية السابقة وحتى اولي كما انا عصد حكومة الدكتور عسام شرف السابق يعني ان احنا مش بوهزر او فعلا ان فيه كوادر في مصر تقدر تبني البلد دي بجد فعنا رحت الصين عملت العربية هناك كنموذج او بروتو طايب عملت 14 نموذج ونزلتهم مصر هنا وتمتلخصهم واخدت العربية لوحات معدنية ملاكي القاهرة واسم العربية نانو ايجيبت ده مش معناه ان انا تنازلت للصينيين عن حق الملكية لا احنا عملنا معه بارتوف دير مقابل ان هو يساعدني بما ان البلد دي تخلت عني والشعب ده تخل عني في مرحلة معينة ويمكن كمان يكون لحد النهاردة فكان لازم استعين بمن اشاء عشان اوضح للجميع ودفع عن مبدئي ودفع ان انا بقول فعلا ان انا قادر لان اصنع ارخص عربية في العالم للمواطن الكادح حال مش المرفع رحت وعملتها عملتها وربتها مقابل ان هو ما ينزلش السوق المصري مقابل ان هو يصنع وما اخدش منه ولا مريم عشان ما ينزلش السوق المصري او السوق الشقة السل كمان العربية مسجلة كعلامة تجارية في وزارة التجارة المصرية كنانو ايجب يعني مركيتها وعلمة تجارية بتأول الى جمهورية مصر العربية مش الى الهند يعني فيه فرق كبير قوي بين تاتا الهندية وبين نانو ايجبت المصرية نانو تاتا نانو دي حاجة ونانو ايجبت حاجة تانية نانو ايجبت بتنافس تاتا نانو من اربع سنين بس ما حدش يعرف طيب خيانا اول رشد اني بصد تتسادر مشاهديد هو يعني اين نانو نانو دي تكنولوجيا الفقراء في العالم اللي هي تكنولوجيا تصغير اشياء تكنولوجيا النانو موجهة في الاصل الدول الفقيرة بتنقلها من من عمق الفقر الى قمم العالم ايه بقى بتشتغل ازاي؟ النانو هي نانو تكنولوجيا الواحد نانو بيساوي واحد على مليار من المتر بقدار نمو الضفر في الثانية بيساوي واحد نانو بقدار نمو لخمسين شعرة في رأس الانسان بيساوي واحد نانو ممكن بتكنولوجيا النانو نحن بنعمل او العلماء اللي شغلين او البحثين اللي شغلين على تكنولوجيا النانو بيعملوا افضل شيء باقر قيمة مادية ممكنة زي الدكتور مصطفى السيد اكتشف علاج السلطان بالجوردنانو بارتكتيوب بلغزيقات الدهب عن طريق تصغير لغزيقات الدهب لفترة السكيل معين بيحس ان يكون شفاف وبالتالي مهم تكنولوجيا النانو هي اللي هتنقل الدول الفقيرة الى قمم العالم هي اللي بيسموها المستقبل اه طيب اوكي التجربة دية زي ما احنا قلنا انت روحت لما انت قعدت كزا سنة بتحاول تعملها في مصر معرفتش فروحت للصين عملتها وفي فهنا شركة صينية انت جيتها وصنعتها دي شركة صينية كبرتوا في دير لكن العربية ميركو المصر وشد التالي والشركة شغالة وبتصنحها وانتروا اكتر من خمسين عرف عربية عربية ونحنا لخيبين وبتكلف كم بقى يعني لو من قابل بتتباع في الصين اكتر من سوق اكتر من مصر بحوالي اربعة اتلاف جنيه هي وصل تتباع فيها بكام بخمسة وعشرين اتلاف جنيه هم بتتباعش لسه بس لو اتبعت هتباع بخمسة وعشرين اتلاف جنيه شور هي هي الفيرس بتاعها بخمسة وعشرين اتلاف دي بما ان بخاطب الطبقة الكادح مشروع نانو ايجيب مش قائم علي ان اركب الناس عربية مراكي قائم علي ان اشغل اكبر عدد ممكن من الشباب قائم ازاي يشير التوكتوك ارمي في الزبالة لان التوكتوك يارجب بشعب حضرته سبعة اتلاف سنة وحطوا مكانه عربية خمسة وعشرين الف جنيه بالتعاون مع الصندوق الاتماعي للتنمية بالتعاون مع جهات المناطق ريها تشغيل الشباب طيب حلو هل بعد كل المحاولات دي احنا شايفين عربية على الشاشة تمام هي كلها هاتش باك هي الموديل دوت هاتش باك عشان احنا مطلوب اننا نحكتين مهمين قوي او اللي هو حاليا موجود فعليا وشغال في الدنيا وفي الصين تحديدا اه دي بنتي اول عربية واخد الروحات معدنية ومشي في بلدها اللي هي مصر وما حدش هيضر يبنع انها بتمشيش في بلدها دي عربيتك يعني شخصيا يعني راكنا برا يعني لا لا دي احد الموديلات طيب اه ادي كده الموضوع وادي العربية وموجودة وهي ايه وتمام ايه اللي ارجع اقول تاني كده عشان نخش على الموضوع التاني بس عايز اعرف ايه اللي مانعها انها تكون شركة من الشركات سواء المصرية او حتى يا سيدي العالمية شغالة في مصر انها تاخدها وتنتجها بالفعل خصويا انها اثبتت انها شغالة يا قصر الشريف يا قصر الشريف حكومة مصر السابقة والحلية او حتى لو هتيجي لانها ما سمعتش جديد مفيش عندها رؤية مستقبلة لبناء وطن مفيش عندها حلم تصنيع سيارة حضر احنا نتكلم هو اطواقع دي عربية موجودة عندها رمسيس زمان يا فندي ما انت كان عندك رمسيس لو كنت كمرت على نفس الخطأ كان زمانك النور ده تاميروز رئيس بقى احنا كنا نتريع على رمسيس ونقول لي اه ودي عربية يعني لا حضرات التريع خالص الصبح ما بقاش عندك رمسيس كمان ما بقاش عندك حاجة صحيح واخد بقى حضرات اذن ليه حكومة مصر ما بتتبناش المشروع ده وانا مستعدة تنازل عنه بالكامل للدورة طب ليه ما تتبنهوش اسألهم طيب دي ما اسألهم اسألهم حضرات اسألهم بجد اسألهم لحد ده انت هنتخلق هنتمين المفرسين فكريا اسألتا بس عايزو حليك حاجة مش بس ما تشوح حضرتك يعني في كثير من المشاريع منها الاحلام منها اللي صعب تطبيقه او منها اللي مكلف جدا تطبيقه بيبقى موجود ويبقى عايزين فرصة ولكن زي ما انت بتقول كده بيعدوا يهايته برضو يقوله طب عايزين ينفذ بس يا الشريف انا بالكده خطبت دكتور عسام شرف اه اكتر من مرة اه وحصل بينه بينه لقاء وكان لقاء وحش خالص ايا بس ما حيخي كان من الدكتور عسام شرف كان قايل من اول خالص ان الحكومة دي هي حكومة تسير اعمال يا فنبي مفيش حاجة مفيش حاجة مفيش مستلحة اسم تسير اعمال يعني تسير اعمال ان احنا مش هناخد قرارات جزرية مصرية احنا بس جايين لحد ما الدنيا تمشي في مرحلة انتقالية بنساعد المجلس العسكري ده حدنا بعد كده يبقى عندنا بقى حكومة فعالية ودولة اخر رقاة كان بينهم بين دكتور عسام شرف من فترة بيش حدرات المساعدة بيقول لي بيقول لي ان اهم حاجة عندنا مشكلة الامن هو فعلا الامن ومشكلة يعني حر جزر وضروري لكن في حاجة مهمة جدا على المحضرات تحضر العلاج المريد لو خدت وقته طويل المريد مات مفيش فايدة بقى ان انا اعمل العلاج زي الحاجة هنا رحنا فيها حالة اقتصادية وحشة خالص هل انا ممكن اقعد افكر بعد سنة هعالج مشكلة مصر اقتصادية ازاي هكون مصر اقتصادية عارف حضرات زي ايه زي دلوقتي الشعب المصري تبرع لأحد العلماء باكتر من مليار وستمائة مليون جنيه عشان نعمل مكان نطلع منه علماء ونصرف فعالين كويس وبعد كده العلماء دول يفكر يعملوا حاجة المجتمع في مواطن مصر اسم ريلا غازي عمل العربية لأفقر مواطن في مصر موجودة طيب هل كان فيه اي عيوب لهذه العربية هل كان فيه مسلا مكلفة يعني هل مسلا عشان بنزينها ازاي يعني انا بروح اروحاش حال نانو تكنولوجيا اعمل ايه يعني انا كل مية كيلو تلاتة لتر بنزين يعني هتاخد بنزين صديقة البيئة هل تاخد بنزين طيب هل هي مسلا فيه عيش صعب سيانتها صعبة اطرافا انا حدث ضعيفة يمكن عشان خطر يعني عايز اشوف برضو بفكر برضو اللي هو طب يعني ايه المشكلة يا قصر الشريف المشكلة انا زي ما قلت لحضراتك لازم الى قور دي تتشار تترمي يتحط عقور جديدة عشان يبقى فيه اداء جديد اعتقد الرسالة واضحة طيب مصر ما يمكن ان تتغير بتغيير اشخاص اذا قردت ان تغير مصر فهيارين ان تغير بفكر وليس بقى اشخاص طيب بما نزح بكلم على التغيير انت كان عندك مشروع تاني وهو بناء مليون واحدة سكنية يبني عنه اكتر بص يا فن فيه رسالة مهمة جدا عايز ارهار الشعب المصر المشروع ده بتاعكم ايه بقى المشروع اي حاجة رده غازي بيفكر فيها فهي ملك للطبقة الكادحة لان رده غازي بدأ حياته من تحت الصفل التونمية كيلو طب يشعر بما يشعر بيه وبما يشعر باي قلم بيشعر بيه المواطن اللي هو الكادح ايه المشروع بقى المشروع حضرت دلوقتي ان احنا بنستهدف عدة حاجات اول حاجة ازاي نقضي على مشروع تلاسكان تمام من خلال تبني مليون واحدة سكنية ازاي بقى بنبني او الفيرر دي بتتبني او البيوت دي بتتبني من غير اسمنت ولا زلط ولا رمل ولا طوب ولا حديد ولا ارمونيوم ولا ازاز ولا خشب ولا مصامير بتتبني ازاي بتتبني ازاي حضرت دلوقتي خزنة مصر فاضية نطفق على زيارة ولا نختلف نطفق ازا اي انسان عنده رؤية للبناء لابد ان يضع في اعتباره ان الخزنة مفيش فرس كتير او مش هكفي اوكي فلازم اعتمد على المرض الازاتية ايه المرض الازاتية؟ مصر بتنتج مية وخمسين مليون تن قمامة ده الفيرر ما حضرت زينا انت شايف اوكي تمام تماما يعني متوضع على اعادة التدوير يعني اعادة التدوير بس انت بتنتج مية وخمسين مليون تن قمامة تمام في الباسكت المشروع ده حضرتها اسمه من المهد للمهد هيشغل خمسمية الف فرصة عمل في كل محافظة ده معنا ان احنا هنشغل حداشر مليون فرصة عمل في السنة ماشي بس اولنا نتكلم على حداشر مليون فرصة عمل وامل نتكلم على كلمنا دلوقتي الحاجات دي ما فيهاش نعم ما تقولت لها خرصانة ولا بتاع فيها ايه؟ دي ايه؟ دي حشب ولا دي حشب مزنع؟ لا 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 فيها مواد فيها مواد مشتقة من الكمام اه مش تمام هي انا شايفها عاملة زي الكаровان شوية او عاملة زي البيوت الصغيرة العملة هي حضرتك فكرة المباني الجهزة عشان بتقاف anderer وقت بتعمل على فكرة المباني دي مقو BER عزل السوت عزل حره تمام قاتل حشرات هل دي تم تنفذها برضو في العالم كله؟ دي تم تنفذها في احد الدول الخارجية. اوكي. حلو قوي. احنا الوقت شايفين التجربة دي اتعاملت في مصر ولا في الخليج؟ اتعاملت في الخليج. ما احنا اتفقنا حضراك ان مصر هنا لا يوجد رأيه علمية. طيب حلو قوي. الوقت المشروع دوت ايه كان مشايق ايه العقبات اللي وجهته? يعني انت عملت ايه وروحت فين وجيت منين؟ حضراك اه المشروع ده انا خطبت بيه معظم الجهاد. خطبت بيه بص حضراك انا تكون صورة وقائية انا اللي بنيرها النفسي. لا ما هو ما هو. يا انت عملت يقول يعني مصر لازم والامل وكده. واكد. واول حاجة احنا بنقولها ان احنا ما نفعش ناقص. بص يا فاندي مفيش حد على الارض حيخيرينا ايقص. لان سيخط في راعز زوجيال غير العادية سيخط ان الشعب ومصر يستحق افضل ما في الحياة. يبقى روح اتفاوض مع الشيطان لو كان. هو فين. عشان اقل. اقلل هو فين. ادينا انوانه. ادينا مرتب والدينهم بايرة. اقلل ما كانوا فين طيب حكيلي على اللي بيحصل دلوقتي قدامنا. حضرات ده الدور التاني. الدور التاني. اه. ما احنا بنكلم عليها يا شريف. مم. بنكلم ان احنا نجيب اسرة كاملة. كويس. مم. نعمل عملية تفرير لتكدسات السكانية. تمام. كويس. اكي. وقطر الاماكن العشوية. اوكي. هي بتعتمد من نظام اللوحات يعني الالواح. اه 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 اه. طب بس يعني ممكن حد يقول لك فعلا الحاجات دات هل هي يعني هل دي امنة هل دي. مين بقى رفسك في كلام ده يا شريف. المعمل. المعمل. اي. بس. طيب. يعني كل ده معمول من مواد تم اعادة تدويرها. بالقناة. بالقناة. يا فاندم احنا عندنا مية. طيب. طيب. دايما يقول لك ان الريسايكلينج او اعادة التدوير مكلف. عشان اصلا توصل لمرحلة انك تستخدم الحاجات ديت. بيبقى عملية مكلفة جدا. يعني الورق الجديدة ارخص من الورق اللي معادة تصدير. اه تدوير. تمام. ما كانتش حدرك البرازيل كدورة اختصادها بالكام عريسايكل. ارخص بتاعك فين? ارخص فين? انت تاخد الوقتي مية وخمسين مليون توني خمامة. بيجيب لكم وشوية بنات او شوية مجموعة امار. بيعزلوا الخامات عن بعضها. مم. بعد كده بدخل مراحلة تصناعية. فين? فين? فين الكوست اللي انا دفعته في الخامة? مم. فين? الوفر هد? ارخص الامار يعني? لا. العملية نفسها المكان نفسه. العملية التصناعية. خصوصا هي حاجة مش منتشلة. فبالتالي بيبقى يعني فيه. يعني انا يعني انا اعرف ده. بس ما عرفش طبعا التفاصيل العلمية اللي وراها. بس دايما بيقال ان الريسايكلينج مكلفة. عميتي اعطيت التبريد دي قصة مكلفة. وعشان كده في مصر تحديدا بيستسهله. مدل ما يعيدوا التدوير. بيبدل حاجات لمصانع موجودة قردي. اه اي انكارت الكبيرة. عشان هما يعادوا يعابوا تاني الازايز او اي انكان يعني. وبياخدوا فلوس على الكلام. بص يا فهم. البرازيل كدولة اقتصادها بالكامل قام على الخمامة. حضراتك ممكن تروحي البرازيل تديهم تدرب لسور ماركت خمسين كنز بيفس. يديك مكانه مثلا تيفي. او حاجة معينة. اه. بنفس القيمة. اه. لان تتكلم على الماتيريال. اه. مش بتتكلم على الخمامة. احنا في الاصل بنتكلم على الماتيريال. اه. طبعا انت عندك في المصانع الكبيرة بيطلع منه وسط الماتيريال. صح. كويس. صح. هل بيرميه ولا بيعمله عدد تدوير مرة تانية. عدد تشغير. لانه بيور. خامة كويسة. تمام. نفس برضو في القمامة. خمسة وستين من الخمسة و ستين. او يمكن اكتر من خمسة وستين في المنطقة ما قبل التدوير. طيب انا شاهدت انت رحت للعربية رحت بيها للصين. خلاص. المشروع ده رحت بيه الخليج عملت ايه بقى? ايه اللي حصل يعني? المفروض ده كانت فيها روك كتير قوي. بيجينا من من دول كتيرة. اه. تمام? بس اه جرنت يا ايه انا الوحيد ان انا بيعشق البلد دي. اه. دي انا شايفها جريمة دلوقت. انا بيعشق البلد دي بجد. اه. وخبر حضرات. اه. فقلت قبل كد ان المشروع ده مش هطلق برا مصر. وعندي كبان محرك بيمشي بتاقة الهواء مش هطلق برا مصر. حتى لو ما تعملش. عندك ايه مشروع ايه? محرك بيمشي بطاقة الهواء. ومشروع اللي قبله قلت ايه? اللي هو المساكن ده. طب اوكي. مرضو انت عملت ايه? يعني دي كان فين? انت شونا تقول انت في دبي في قطر في السعود. في دبي. دبي. اوكي. عملوا ايه? يعني انت عملت السامبول اللي نافست المشروع بالفعل وعملت كم واحدة? سامبول. روت ايه? نعم. في مقابل. مقابل ان هو بتدي نعمل مصر على الكلام ده في دبي. اوكي. كويس? طيب وصلت لايه? وصلت لايه ان انا غبي وما زرت المصمم لانا لازم اصنع في مصر. مش فاهم يعني هم هدوك افرو انت قلت لأ ولا انا مش يعني 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 حضراك كواه. حاجة فاهم الحاجة ببالاش يا فد. تمام. حل? تمام. الناس دي عمرت الكلام ده ليه? بص حضراك نعملنا الكلام ده. ايه. عشان نبني بيه. دي زلة من جوة اه? اه. طبط خل طيب. حاجة لك ده مش رخام. حاجة لك ده مش رخام. عمر. ده تقريد رخام. انت عايز شكل جمالي بالخيمة قليلة. طبع. الدولة خلاص.